وقد أكد وفد مجلس الشورى المشارك في فعالية هذه هي البحرين أهمية مشاركة السلطة التشريعية في الفعاليات التي تعكس الوجه الحضاري لمملكة البحرين وما تتميز به من ديمقراطية متطورة وتآلف مجتمعي متميز الوفد الشوري أشار خلال ندوة حضرتها شخصيات إيطالية رفيعة المستوى وممثل الصحف ووسائل الإعلام الإيطالية إلى أن مملكة البحرين هي بلد أمن وأمان وواحة استقرار لمواطنها ومرتاديها تؤمن بسياسة الانفتاح والتعددية والتعايش والتسامح التي تنتهجها المملكة على مر التاريخ وقد قدمت رئيسة لجلة شؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد عرضا تضمن أهداف مشاركة وفد الشورى في فعالية هذه هي البحرين في روما لتلي ذلك أوراق قدمها الأعضاء المشاركون في الندوة تطرقت إلى الدبلوماسية البحرينية التي تمتاز بالعقلانية في مختلف فروعها خصوصا الشعبية والثقافية مشيرين في هذا السياق إلى حكمة القيادة السياسية واعتدالها وحرصها على إقامة علاقات جيدة مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية كما أكد وفد مجلس الشورى أن مملكة البحرين تجسد نموذجا حضاريا في الوحدة الوطنية والتسامح والتعايش السلمي بين أتباع مختلف الأديان والمذاهب والثقافات بفضل أجواء الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون في إطار المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة وفي سياق متصل أشار المشاركون في الندوة إلى دور المرأة وحقوقها المكتسبة في البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى والنظام القضائي في مملكة البحرين الذي يرتكز على مبادئ العدالة بما يتواءم مع الشريعة الإسلامية والعهود والمواثق الدولية لقد كنت في البحرين قبل خمس سنوات وأتيحت للفرصة أن أتواصل مع البحرينيين وكانوا بالفعل ودودين ومتعاونين ومتسامحين ومنفتحين على العالم وكنت أنا شخصيا مسرور بالتواجد بالبحرين أعتقد أن طريقة العيش والتعامل في البحرين يجب أن تكون مثالا يحتذا به بالخليج العربي أعتقد أنها مبادرة ممتازة ونجحة ومطلوبة وحققت الغرض منها خاصة إظهار الحقائق وتوضيح الصور غير النمطية التي يحاول بعض الإعلام المغرض أو الإعلام في منطقتنا المستهدف أن يسوي صورة الخليج والبحرين وملكة البحرين كانت فرصة أيضا لإبراز الإنجازات الكبيرة خاصة على مستوى الحقوق والنظم القانونية والتشريعية التي تساوي بالفعل بين كافة المواطنين دون أي تمييز ترجمة نانسي قنقر